اشتركوا في القناة ببقى نسبيا اه محتاج ان انا عقود اشتركوا كريم اللي هيقولوا ان شاء الله يعني لان هي حلقة دا سيمة جدا ومن حلقات اللي بقول دايما ان هي اه مش تنفى هتسمحها موبايل اشتركوا في الكمبيوتر وتركز فيها فانا هسيب المايك دلوها الكريم وان شاء الله كريم ياخدنا يقول لنا هنتكلم عني النهار ده السلام عليكم اه للناس اللي شافت الفيديوهات القديمة كريم حمودة مع مايكروسوفت للمشافوش يعرفوا مايبي ان انا كنت في اسكندريا خارج اسكندريا 2008 يعني حوالي 10-15 سنة اكسبرينس حاليا مع مايكروسوفت بس زي ما قلت قبل كده مع شركات تانية من اي دابي اس واتوس وشركات تانية بدأت ما اخبت اسكندريا قبل ما اسافر واشتغل في الشركات دي وزي ما مصطفى قال اعملنا فيديوهين على الديتا بلاتفورمس ايفولوشن كنا حطين تارجت ان احنا نوصل للديتا ماش بس اطولنا شوية لحد ما نوصل خدنا اول فيديو في الديتا بلاتفورمس ايفولوشن بدأنا نشوفت بداية كانت فين ايفولوشن اللي حصل في الديتا بلاتفورمس ايفولوشن من اول الديتا والهاوس لديتا ليكس لليكهاوس لغاية الديتا ماش وفي تاني فيديو كان مننا كلام عديتا ماش وكان اكتر ثيوري لان هي الديتا ماش الصراحة فيها تركيز عالي على الورجنيزيشنال سايد اف دا ستوري والبيبل والبيبل مانجمنت فيعني نكلمنا شوية على الحاجات دي النهاردة هنرجع تاني عشان نكافر حتة كتنقصانة قبل ما نبدأ نخش ونشوف اه اللي بتكوفر الديتا بلاتفورمس كونسيبتس including الديتا ماش فخلينا نبدأ نراجع الاول احنا عملنا ايه الحلقتين اللي فاتوا نفس السلايدز احنا شوفناها قبل كده بس يعني هعدي عليها بسرعة احنا في الاول داتي هنراجع الجزء اللي قلنا المرة اللي فاتت اه اه يعني كده ازا توبيكس صح كده? مصبوط. اوكي. هنرجع بس مراجعة بسيطة هنعدي على الحاجات اللي احنا قلنا عليه عشان لو كان في حد ما شافش الفيديوهات يتابع معانا حيحصل ام مش هنخش في تتصيل كتير? لا هنخش ما تخافوش معانا هوقفه هسأل ما تلعوش يعني اه انا باعتمد ان المستوى الطيب تحت المتوسط اللي بيشوف الحلقة. لا لا هو انا يعني. لا والله انا طبعا بحب دايما نبدأ من من سهل جدا وبحب التاريخ وقلت الكلام ده قبل كده فببدأ دايما نحط لان طبعا الحاجات زمان كانت ابسط. طبعا كل ما نرجع كل ما لقيت ديني كانت بسيطة وسهلة. التكنولوجيا دلوقتي بقت خطيرة. وكمبريهنسيف جدا ويعني اسرع من اي حاجة. فبالتالي طبعا حلو جدا ان احنا نبدأ ناخد دايما بحس يدينا شوية بيزيكس نقدر نبني في وقيها ويخلي الحياة بقت سهلة في الجديد بقى. الجديد الصعب ده نخليه سهل. تمام. طيب زمان ما اتفقت انا بحب التاريخ وببدأ من يعني حول ابدأ ابعد حاجة ممكنة. يعني ابدأ من اين من 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 الف وتسعمائة وتسعين ولا الف وتمانمية وخمسين ولا قبل كده فببدأ من بعيد خالص تلتمية قبل الميلاد. تمام? طبعا اكيد عشان انا بحب اسكندرية بحب اتكلم في الكونسيبت ده. كونسيبت كان اتبابلش في مقالة على فوربس اسمها فكانوا بيحاولوا يعملوا مابينج بين الديتا بلاتفورمس واللي بنحاول نعملوا فيها وبين المكتب اسكندرية. لان مكتب اسكندرية كان فيها نفس نفس الانالوجي يعني نفس الطريقة اللي بنحاول نعملها في الديتا اناليتيكس نفس الكونسيبت ان انا عندي مكان كبير هو المكتبة بجمع في ديتا اياميهم ما كانش ديتا كان كتب ومخطوطات وحاجات كده واللي بجمعه ده بديه للريسيرشرز اللي على ايامهم هما الفيلوسيفرز اللي هما بحاولوا يطلعوا قوانين جديدة وحاولوا يفهموا الدنيا اكتر آآ والمكان اللي بيحط اللي بنجمع فيه هو المكتبة وهي تعتبر في القصة دي فطبعا لذيذ جدا القصة دي عشان نفهم يعني ايه ابن نكلم على ديتا بلاتفورم يعني ايه بلاتفورم بلاتفورم لو خدنا المكتبة كمثال فهي مكان بيجي فيه بيلاقوا حاجة ايه هي الحاجة شوية كتب ما او او مخطوطات وهم بيشتغلوا عليها عشان يطلعوا حاجة تانية واللي هي اللي ممكن نطلعها من المخطوطات دي او فلوسيفي او تمام فده بتاع فطول ما انا عندي مكان بيجي له والناس بتشتغل عليه طلع بنسمي بلاتفورم يعني دي ممكن الفرق بين البلاتفورم والسيستم السيستم ممكن ميبقاش فيه قوي ناس تشتغل عليه او ناس كتير يعني بيحاول بل حاجة سيستيماتيك فانا عندي برضو ولكن في النص ما فيش قوي ناس فالفكرة فكرة ان ان يبقى فيه ناس تقدر تيجي على البلاتفورم دي تعمل حاجة فهي دي اللي بتخليها تاخد الفكرة بتاعت البلاتفورم واكتر من ان هي تبقى السيستم فعشان كده انا عجبني فكرة المكتبة يعني نبدأ بها اي هوب ان هي واضحة يعني يعني بلاتفورم تمام تمام طيب نيجي بقى العصر الحديث السبعينات والتمانينات بقى الديجيتال ايرا الحلوة بتاعتنا اللي احنا يعني يعتبر شغالين فيها يعني طبعا بيحصل فيها كتير بس بداية السبعينات التمانيات هي بداية عصر التكنولوجيا الرقمي اللي كل حاجة بقى الديجيتال والفكرة اللي يعني فكرة الديتا اناليسيز اللي كان المكتبة دي بتقدمهن في العصور الحجرية بقى بتقدمهن بلاتفورم وبقى في ناس بيحاولوا يعرفوا ايه هي البلاتفورم دي وازدان الدنيها وايه فيها وكده في السبعينات والتمانينات كان آآ بداية حاجة اسمها اولاب اولاب وشرحناها المرة اللي فاتت هي اناليتيكال بروسيسنج تمام وفي الاولاب ده بعد زهور الاولاب عايزين نعرف بتاع البلاتفورم وكلمنا على الكلام ده الاناليتيكس جولز دي المرة اللي فاتت ده ده كإن بتاع البلاتفورم بتاع البلاتفورم ان احنا نقدر نعمل ديسكريبتيف دياجنيستيك آآ بريديكتيف ان بريسبيكتيف اناليتيكس اللي هي اعرف ايه اللي حصل في البزنس بتاعي وليه بيحصل ويه اللي حيحصل وازاي اخلي حاجة معينة تحصل تمام ده ببساطة هم اللي اربع اربع افكار بتوى الاناليتيكس وتكلمنا ان في اتنين منهم الى حد ما سهلين بتكنولوجي زي البي اي ريبورتينجز والحاجات دي قدر اوصل للجولز دي وفي اتنين تانين اصعب شوية محتاجين اجو بيوند الهيومن لوجيكال فينكينج وابدأ اخلي اه تسهل لي حاجة بدلا ما اروح انا اتفرج على تلاتين مليون بليون لا انا اخلي ماندر يبص على كلام ده يقول لي ايه الباترن ده شكله عامل ازاي وبيصدع الباترن ده غالبا الدنيا هتحصل فيها ايه تمام فطبعا الكلام ده سهل جدا يتعامل باي ماشين مور دان هيومن لان ما فيهوش قوي ولكن بدلا نشوف طبعا في الجين اي اي اي. بس يعني سبع سبعينات والتمانيات ما كانش لسه في المرحلة دي كان دي بتاعت البلاتفورم. طب الانبوت كان ايه? احنا قلنا في عصر تتحول الرقمي ده بتاع السبعينات والتمانينات كان اغلب عندها جاهزة بتعمل بتاعها مفيش بقى شغل وفيه بنا ادم عمال ياخد طلبات وواحد تاني بيروح يسلم وواحد تالت بيروح يحاسب ونقعد بقى نتفرج على الحاجات دي في اوراق او دوسيهات او لما الدنيا اتطورت قوي يعني كان بقى اكسل شيتس وكده لقى الموضوع بقى احسن من كده شوية وبقى فيه سيستمز وتكلمنا على اللي هو بتاع الاي كوميرس فانا على خمسة سيستمز بيرنوا الاي كوميرس بيزنس زي الواب بورتل الانفنتري البيمنت سيستمز وهما دول هما هيبقوا بتوع احنا كده عرفنا نبني نفس الفكرة بتاعة المكتبة ان انا عندي شوية هما دول بتاعي هدخلوا مع البلاتفورم دي اللي هنقول ان هي بلاتفورم بتعمل اولاب وهنعرف اولاب ده بعد كده والجولز بتاعتها هي الاربعة اللي احنا شفناهم من شوية او دي تو بي تو تمام? تمام. اه مش هنخش في تفاصيل بقى في وكده بس احنا كنا بنعمل ايه في في الفيديوهات اللي قبل كده كنا بناخد بلاتفورم بلاتفورم ونمشي بالتسلسل التاريخي نقول البلاتفورم دي في اولها كتعاملة ازاي? وفي اولها لها يعني اما بدأنا كانت البلاتفورم حلوة وجميلة ولزيزة وبتاعمل حاجات لزيزة جدا بعد ان بدأت تظهر مشاكل بتاعتها. كلمنا عن ديتا ورهاوس وقلنا في الاول كانت ايه اللي بتقدمها لنا اه وهي كانت فكرة ان احنا نعمل ده اللي هو اللي احنا قلنا اسمه يعني من شوية اللي هو سميه اللي انا اجيب ديتا من السيستمز اللي بت اه بتران البزينس وما يهمها ايه اللي بيحصل كانالتكال اوتكم وباخد بينهم الانفورماتس بقى مع نفسي انا انتجريتها في مكان واحد وابدأ ابني الاناليتيكال آآ موديلز دي عشان نقدر اطلع الـ Goals اللي قلنا عليها من شوية الـ D2P2 تمام؟ technically الـ Data Warehouse كانت بتقدم لنا بلاتفورم تقدر تنجست كل الـ Data دي اقدر اكيب الـ History اكتر من الـ History اللي اقدر اكيبه في الـ System دي نفسها يعني من قلنا قبل كده ممكن يبقى System شغال الـ Retention بتاعه يعني How much to keep the data يعني ممكن يفضل الـ Data بتاعه الـ Data عنده قد ايه؟ تلات شهور is enough تلات شهور كفاية جدا عشان اكومبليش الـ Business Goals بتاعنا لكن ما اقدرش بتلات شهور بس انفذ الـ Analytics Goals اللي احنا قلنا عليها محتاج اسطادي بقى بعدها لانده واشوف History ابعد من تلات شهور الـ Data Warehouse كانت بتقدم لنا الكلام ده تمام؟ يبقى لغاية الوقت تكلمنا على اتنين ان احنا نيونيفي كل الـ Data وده انا كيب History كان في حتتين تكنيكل اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت مهمين قوي وهي ان الـ Data Warehouse كان الـ Data Warehouse وبالتالي كان آآ كان بتقدم نفس الـ Built-in handling يعني نفس مش محتاجة تخش في تفاصيل عشان آآ تهندل وحنتكلم على الموضوع ده بعد كده على فكرة في الموضوع من النهار ده ان شاء الله مش عايزة اتكلم ايه هو النهار ده يعني هنسيبه في الاخر لكن هنتكلم على كلمة تتكلم فكرة يعني ايه ومعنى ان انا بقول لك ان دي معناها ان انا معينة زي مسلا معنى ان انا اقول لك دي اقول لك ان انت طب ما تاخدها تسعيفها في فايل ده كده معناها يعني دي دي ممكن ديبقى تعريف لـ Transaction لما الـ Transaction دي هازم تفولو حاجة اسمها واتكلمنا على الـ Asset Semantics ده اللي هو اوبس انا فوت السلايدز اللي هي الـ واتكلمنا عليهم مرة اللي فاتت وقلنا تفاصيلهم ايه وقلنا انا كانت بتقدمها لنا السمانتكس دي آآ out of the box مش محتاجة اخش في تفاصيل واكتب اكواد عشان اهاندل السمانتكس دي وحاجة تانية كانت بتقدمها لنا ان هي بتستعمل هاردوير كاستم آآ مثلا كان فيه اي بي ام نتيزة بتستعمل حاجة اسمها FPGA دي كانت بتعمل ايه بتعمل جزء من الـ نعم اه انا قلت ايه مالش فيلد اه فيلد بروغرامابل جيت اري اه FPGA فيلد بروغرامابل جيت اري الـ FPGA دي يعني كانت بتحاول تتاك شوية overhead من السي بيو يعني مش كل الـ CPU ارميع على الـ CPU يعملها في شوية ممكن تبقى سيستيماتيك شوية يعني مفيهاش قوي فليه ما خليش كاستم هاردوير يروح يعمل الحاجات السيستيماتيك دي عشان يسهل الحياة على السي بيو الحاجات السيستيماتيك دي زي مثلا ان انا ما بجيب بحط الـ data في الـ data base بتبقى compressed وانا عايز اـ uncompress حاجة سيستيماتيك عندي الـ algorithm معين بـ compress و decompress ممكن اشيري الـ load دا من على السي بيو خليل الـ FPGA يعملي انا عندي سؤال هنا اتفضلت الـ FPGA ده كان حاجة open source يعني تكنيك ولا هو ده كان حاجة preparatory دي اي بي ام لا مش اي بي ام هو كان حاجة custom ده عندي هاردوير custom custom يعني بحرق الـ hardware ده اعمل حاجة معينة هو ده الفيب او يعني ده كان hardware level اه مش software على الـ hardware اوكي hardware اسمه FPGA الـ hardware ده اقدر احط عليه logic فانت تحط فعلا اه software بس مش software قوي ده مش software حاجة زي embedded يعني بس؟ زي embedded اوكي انا كنت تفاكر ايام الجامعة كان اخدنا حاجة اسمها دي التول اللي كنت بنستعمله عشان نحرق الـ FPGA باللوجيك معين الناس اللي ما اخدتهش زي كده كبر دماغك كبر دماغك كبر دماغك يعني متعادوش عادي يعني في ناس في الجامعة باخدش حاجات دي فيعني يعني يجب مرش عادي كبر دماغك بس يعني اللي انت عايز تقول في حيط دي عشان بس اكده في بتاع صح ان اي بي ام عشان تاخد تقليل شوية overheadك على الـ CPU عملت زي embedded model اسمه FPGA اوكي وبالتالي ده خلى ان في جزء في الـ embedded او جزء يسرع او يشيل شوية overheadك من الـ CPU صح كده؟ مصبوط خلينا اوليك سلايد احسن اوليك سلايد مش يعني لو زي ما انت عايز شايفة مهمة تعال نشوف سلايد انا بتحطيتها بس خطعتها هي ومع الـ اوكي دي الـ ودي الـ طيب انت بعمل من هاي اهو اوكي طيب احنا قلنا دي دي تاور هاوس دي زي باكتب عليها كوري عادي صح؟ الكوري بس ببقى شكله شوية يعني بيروح يجي الديتة كتيرة وممكن يجي الديتة من اربعة خمسة تابلز يعمل لهم جوين وهكذا طيب لو خدنا بسال بسيط ان انا بسلكت من تابل معين وبوير كونديشن صح؟ اي حد اسكي يقول لجماعة فاهم كده صح؟ طيب زي ما اتفقنا الديتة في الديتة في الديتة ورهاوس اصلا كومبريست عشان اصف ستور عشان اقدر اكيد ديتة بقى هستوريكال لسنين ما عودش اكونسيوم تو ماتش ستوريج فممكن اكومبريسي الديتة طيب يبقى اول حاجة هعملها عامل ايه؟ عايزة انكمبريسي الديتة دي طيب الان كومبريشن ده ده لوجيك تيكنيكال ملوش علاقة ايه بالكويري بتاعي صح؟ ملوش علاقة طيب ليه ما اناعملش الكلام ده قبل ما مادني توصل على السي بيو عشان اخلي السي بيو يعمل بقى حاجة الكمبريس فدي اول حاجة ستلاقي الوقتي الاف بيعمل الان كومبريس دي رقم واحد رقم اتنين عايز انا اكتب سليكت تلاتة كولومز السليكشن من التابلز بنسميه في الديتابيز بروجيكشن انا عايزة بروجيكت تلاتة فيلز من التابل سح؟ البروجيكشن ده اقدر اعمله في الاف بي جي اي برضو الوير كونديشنز انا عندي وير مونف ايكوال وير اند ماركت ايكوال اند سبيشاليتي ايكوال اللوجيك ده برضو سهل جدا ان انا هرستريكت الديتا بحيس ان انا عمال ان كومبريس وبروجيكت ورستريكت اه يعني اخلي الديتا اللي هتوصل للسي بيو هي اللي محتاجها هو ده اللي انت محتاجه واسيه عم السي بيو عشان تعمل بقى بتاع ده صح؟ فاحنا الوقت يقسمنا اللوجيك لشوية وشوية الكمبليكس يروح عالسي بيو يروح قبل السي بيو يروأ له العملية شوية بحيس يسهل ويقلل الديتا اللي بترايح عالسي بيو ويقلل اللي عليه تمام؟ فده كان من الحاجات اللي بتحصل في طيب تمام زي ما اتفقنا ده كان البدايات داع تاور هاوس الحلوة الجميلة النهايات كانت فيها رشات مشاكل تمام؟ احنا قلنا السبعات التمنات يبقى بتكلم في النهايات اللي هي ايه آآ التسعينات وإحنا داخلين عن الفنات طيب حصل ايه؟ حصل ان بقى فيه شير اماونت اف ديتا ديتا بقت كتيرة جدا آآ بتكمبريس وبتعمل كل الحاجات الحلوة دي بس برضو تديتا كتيرة تمام؟ واتفقنا والكلام مع الكلام ده بتفاصيله المرة اللي فاتت آآ ديتا بقت كتيرة صعب تحندلها في ديتا ورهاوس ديتا دي اصلا ممكن تبقى بايناري ونن وانستركشار ديتا تمام؟ فدي كانت حاجة الحاجة التانية ان انت الفاكرين اللي قلنا ده جميل جدا ديتا ورهاوس بتخلينا نعرف نعمله وانتيجريت الديتا هو حلو فعلا بس هو بياخد وقت طبعا معناها على حاجتين على اللي انا بقى ان هي تعمل الكلام ده مع اللي بادفعها والسوفت وير وكل القصة والموضوع من الاخر كان غالي والحاجات اللي دايما اخدها باديك خواه ده اي حاجة صعبة يعني بتاخد وقت وغالية هي بتبقى يعني اللي بيعملها بيفكر مية مرة قبل ما يغير فيها تمام؟ كل ما تبقى الحاجة سهلة كل ما هعرفها بسهولة غير فيها كل ما تبقى صعبة وغالية وبتاخد وقت كل ما هفكر مية مرة قبل ما اعمل اي تغيير فيجي نقطة التالتة ان هي كانت ايه شوية يعني ايه كده مش قوي كده بسهولة اعمل فيها تغييرات ويلا بسرعة نعمل جديدة وندخل لا 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 الراحة كده وناخد وقتنا ونفكر واحد ازاي ستة شهور ديزاين اربع شهور ان شاء الله السنة الجاي بازن الله نبدأ نفكر في دي انا عندي الجوز اللي يعلقوا بان في ناس ممكن تقول ان داتاري حارس عندها اا دروباك في حياتة ان بياخد وقت للموديلينج والاتل شافه والديزاين بس ده كان في مقابله عشان ناخد كويسة فانت محتاج تبع عندك موديلينج وقلت لها بتبني انتر برايز فممكن اقفي اكتر من فعايزيني يخلي فده كان بيخلي الدنيا بطيئة بس بيطلع يعني في ناس تبوصلها هي عيب ونفس الناس تبوصلها لا ده بالعكس احنا عشان احنا عندنا الدنيا منظمة وزي ما ناس بها فالدنيا مظبوطة يعني هي تاخد وقت شننطلع كل حاجة مظبوطة صح? تمام? وعشان كده احنا الموديل انا انت بتسبق الاحداث بس احنا ايه? دايما عملين نقول دي بلاتفورم فيها انا عايز اه سوري انا عايز البروز مش عايز الكونز. خش اه بلاتفورم تانية فيها انا عايز البروز مش عايز الكونز. بس الكونز دي مهمة عشان نعرف نعمل ايه? يعني مهمة اعرف ايه المشاكل ايه عشان افكست. ممكن وانا بفكست اطلع تانية وممكن وانا بفكست اكيب القديمة. فطبعا في حاجات عايزينها. وحنشوف ان احنا لما احنا نوصل لليك هاوس ليه سموها ليك هاوس? لان هي اخدت مميزات الديتا ورهاوس من غير عيوبها. قوي. مع مميزات الديتا ليك لسه بكلماش عليها. من غير عيوبها قوي. وحطناهم على بعض. اوكي. طيب احنا عارفين ان ده مهم. الديتا ورهاوس فيها حاجات مميزة. واللي عاملين نتكلم في الاسد والف بي جي اي صح حاجات حلوة. يعني احنا لسه كانت عليه احنا عادنا وقت طويل قوي نتكلم في البروميسز. وغالبا قرب ما نخلص. بس هي مهمة ان احنا نعرف ايه التشالنجز بس ان نعرف نصلحها ازاي. تمام? تمام. طيب كونكلوشن اللي انا كنت تكاتبه المرة اللي فاتت ان احنا كانت بتسابورت very well the first two use cases. اللي هما الديسكريبتيف والدياجناستيك. ولكن صعبة تعمل بيها البردكتيف والبرسبكتيف. لو بنميجر اجينست الجولز هي ادرت تساتسفيت نين جولز وفايلد ان تساتسفين the other two goals. ليه? لان اللي هما البردكتيف والبرسبكتيف ده شغل بقى الديتا ساينس والاي اي والامل. ودول محتاجين ديتا كتير جدا. عشان كده وديتا ممكن تكون مش 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 مهم. هو ده مش محتاجي مش زي انا عايزي وروز وكولومز عشان انا فهمها. لا 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 ادي له وكده وهو عابير فيهم الكلام ده. تمام? وعنده كتير عايزها وبالتالي دي كانت البزرة اللي بدأت بها نخش بقى في الالفنات ظهور طبعا الفين احنا بنكلم الفنات. ناس بدأت تلك مثلا الفين واربعة الفين وخمسة. الناس بدأت تكلم فيها الفين وتمانية الفين وتسعة الفين وعشر. تمام? يعني وطبع من مبداية البيبر صح? YEAH تقريبا الفين وربعة البيبر او الفين وخمسة حاجة كده. البيبر بتاعت Gوجل الفين واربعة هدوب الفين وخمسة او يعني في الحدود دي طبعا صعبة تحكم الايام بس اا البيبر تلاقيت مش الناس حتاخدها عطول يعني همنتكلم بقى الفين تمانية الفين وعشرة. بس هي الالفنات يعني. بداية الالفنات. تمام? لان احنا عملين نحط يعني ايه شوية كبير. كانت فكرة الهدوب اللي احنا بسبب اللي لسه قلنا عليها. نتكلم على اهم حاجة. ايه اهم حاجة? بتاعتي. بتاعتي انا 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 نفذ اتنين. ما اريدش نفذ اتنين. اللي هما دول محتاجين و ايه ايه يشتغل. وده مش محتاج الديتا تابلر. ومحتاج كتير جدا. وممكن تكون مش مهم او فبالتالي ظهرت فكرة طب احنا ما تيجي نبريك فري من الفكرة الديتابيز والتابلر فورمات دي ونبدأ نشتغل على الفايلات. زي ما بتديجي لي الديتا سواء او طبعا ايه اصلا ديتا في ديتابيز. بس نتكلم على الديتا الجديدة اللي جات لنا اللي هي بدأت تخلي فيها عيوب. آآ اللي هي تمام? طيب دي مالها. دي بتيجي زي فايلات. في بايناري ديتا ده جيسن. آآ برو كتير جدا. طيب. الديتا دي لما هجيب اتعامل معها في بلاتفورم جديدة محتاج البلاتفورم دي تعرف تتعامل مع الفايلات. فتعالى نشتغل الفايلات خلاص. انسى بقى اللي هي موجودة في تعالى نتعامل مع الفايلات. وبالتالي شفنا دي المرة اللي فاتت ان بقت فايلات. والميتا ديتا تعتابل بقت كاتالوج. وبقى عندي اتعامل معها مع الفايلات. ينفع اخلي الفايلات كأنها وتعمل معها بس كيل لو انا عايز. بس ينفع ما تعملش بس كيل لو انا عايز. يبقى انا عايز ونون اس كيل. يبقى ده هتلاقيه مناسب اكتر للناس بتاعة والنون اس كيل هتلاقيه مناسب اكتر للناس بتاع الماشين لارنينج ووورك 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 لود. تمام? وحنشوف الكلام دي برضو طيب كالعادة ده كانت بدايات الحلوة دي ان احنا يلا جميعنا نجيب فايلات زي ما هي ما همناش حط في دي تاور هاوس سوري في دي تا ليك ناو انا نبدأ بن لغبط بينهم في دي تا ليك دلوقتي آآ هات الفقالات زي ما هي حط مش محتاجين قوي الموضوع بقى سهل والهاردوير اللي بيحتاجوا عشان نرن البلاتفورم دي مش يعني شغل على هاردوير مش مش غالي مش هاردوير كاستام عاملاه الشركة اللي امطلعة على دي تاور هاوس تكنولوجي نفسها لا عادي روحات هاردوير بقى من اي شركة هاردوير شغل عليه اه هادوب يعني هتشتغل معاك تمام فطبعا كانت رخيصة بالنسبة لل اه لدي تاور هاوس هنشوف في الوقت ان احنا الحاجة دي بدأت برضو في اخيرها يبقى فيها عيوب طيب على عيوب بسرعة طيب اول حاجة بيمين ان احنا خلينا الموضوع سهل ويلا هات بسرعة وفايلات بدأنا على طول زي ما قال مصطفى اللي هي كانت اه موديلين ويحناوقنا بننابلي وعاوب ديتا بحيس ان احنا نسحل الاناليزة عليها بالذات بالهما اللي هو RIGHT الماشين لارنين دي لما تديها تابل وكولومز وروز حينبسطوه تديم قولو بقى خد الفايل تيكست ده يلا اناليزه ربنا معك. فطبعا بدأنا نلوز البانا في تسيلي. بس هنا معيش الجزء ده برضو عشان بيتطش. اي حاجة ده تموت بيتطشين ياوي. اه يعني ما هو برضو ان مع كم الديتا اللي طالع مع الجزء اه بتاع مع الجزء بتاع الاناليتكس كاديا في الديتا ليك. هو اصلا في نسبة دولة خاصة مش عايزة تموت الاصلا. انا هعمل بيج اللي هو بيج فات تيبولز وهو مش حياتي كلها بيج فات تيبولز. اه وخلص نتعايش مع الكلام ده واللي مش عاقبه عندنا بيج فات تيبول جدا. يعني مين هيداي ان احنا عمله بيج فات تيبول وخلاص كل حاجة موجودة في وان تيبول. هي بس ما يتعبوا شوية من تنابيتي وخلاص يعني فعلا هل فعلا ده احنا محتاج يعني ايه هدينا دون هي مشكلة وهل احنا محتاجين في مناسبة دي? طبعا اه الانسر ادبان صح? في ديتا لو انا المودل بتاعي اصلا هو عبارة عن تين بتاتا تيبلز بعملهم جوين ماشي. احطوهم في بيج فات تابل والدنيا سهل. لكن لو انت تجد تري فيه بقى ربعمائة وخمسين فيرل. ده الزبط. ايه يه مشكلة ده? لا صحبه برضو انا لسه عمل milhões اقول. الناحية مين? من ناحية الاناليست. بالعكس الاناليست عنده كل عرف فون ريكورد. لا يا حياته صحر. بالعكس انا حاسس الاناليست بالنسبة له كمية بقى الاو? ااااااا Durch اللوبينج. يعني انا لو عندي هتريك مساء ماشي. تاخد مساء. انا عارف نحيط دي برضو كنت فاعل بكده بس اه انا اه هقول جزء تاني. دي باتي انا لو عندي بتكلم على حال? وانا جيت على ده. انا جيت عدت احسب اه بقول مسلا اخر عشرة شهور. وعملت له في نفس الريكورد اخر عشرة شهور اخر ثمان شهور اخي مش عارف ايه. تم هو كده خاص بل انس عنده كل حاجة بدلا ما كان يعمل الكلام ده في في موديل واحده ويقعد يعمل في انا جهزت له كل حاجة في وانا ريكورد. ايه. الديت هور هاس كان بتعمل كده. وهو ده فكرة الاولى. اه بس كتش دهت بروسس يعني نسبيا في نفس الحتة. فانا جمعت هارف حتة واحدة. بس ان انا قاعد ادي هارف بشكل بكل واحد يبني اللي هو شايفه من وخلاص. بقيت اجايل اسرع. مش شارتكم منظمة. بس اجايل اسرع صح? لا بس انت برضو تعلم اتكلم على دخلها ازاي معك في الموديل. هي اصلا هتدخلها في الموديل تعمل بها ايه? ادي بقى عندي اه 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 اكوية حتى لو انا هدخله ازا وان كولم ازا وان فاليو. بس بقى اهو صح? بقيت جيسون الواحده والموديل هنا. في نفس الموديل في نفس التابل. بص. التابل النفسه بقى عنده كولومز الطيب بتاعها جيسون بقى بتأجرجت على نفس الليفل. ما هو ده كان بتحاول تعمله. تمام? بس فشلت. فشلت. والموديل نفسه بس فشل ليه? بسبب الهاندلينج وبسبب كمان طيب. لو انت الانسر هي عبارة عن ايه للسؤال بتاعك? الموديل بتاعك? هل هو الموديل بتاعك ده تلات تلاف تيبل ومحتاجة جوين كلهم? آآ وفيه لوجيك معقد جدا ان انا اعرف هحطه زي ما انت بتقول? هو اللي حصل ان الناس بدأت تفكر اكتر في ده وحنا حطينا المرة اللي فاتت في الفيديو على اللي هو بس ممكن اعمل موديل سهل جدا اقدر اعمله عبداتها ليك. اللي هو بتاع كيمبل ده. اللي هو لو انت تقدر تنفس تلات تربع الاناليسيس بتاعتك بالطريقة دي بس الفكرة ان فعلا الموديل ساعات بحتاج الموديل اللي هو مش هقول لك معقد بس اللي فيه كتيرة تمام اللي هو الموضوع مش عبارة عن انا بش باناليزه واحد حاجة واحدة بس دي وخلاص لأ لأ الموضوع كبير 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 كبير. اوكي. وبالتالي بقى التيبل اللي انت تتكلم عليه ده ده يعني انت خالي انت عندك فيها سبعة تلاف تيبل عايز تحطملي ده شكله عامل ازاي? اوكي. فهمت. ده مش سهل في الاناليسيز. ده سهل في ان هو ملموم لكن مش سهل في الاناليسيز ابدا يعني. هقعد السيلة مقق عيني بقى وطلع بقى الفيلدر اللي انا عايزه من وسط الريكورد ده. فطبعا الموضوع كان صعب. اوكي. تمام. تمام? طيب. الديتا ليك دي كانت مشكلتها. كانت مشكلتها ان فعلا اه مش قادرين نموديل الديتا مش قادرين نعرف نوصل الديتا اللي انا عايزها في الديتا ليك اللي ما فاش اي موديلين ده. تمام? فزي ما اتفقنا ان الرياليتيز دي اللي بتخلينا نعرف نعمل ايه في النيكست بلاتفور. تمام? فالي سفناها من بتاعت اه الناس بدأت تبقى عايزة تاعت الديتا ليك. من غير مشاكل الديتا ليك. اسهل حاجة انا احنا نعمله مع بعض. عشان خليتا تعمل اللي بتاعف تعمله. اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي ونخلي الديتا ليك تعمل اللي هي بتاعف تعمله اللي هي بتاع ديتا. وبقى ايه? اه اللي محتاجها في وده اللي كان وضع قبل اللي كاوس. يعني نقول دي كانت الفين واحد وعشرين زي ما اتفقنا بناخد ايه? عشرين عشرينات. آآ ده البداية ظهور اللي كاوس كفكرتها نفس فكرة ان احنا نعمل الاتنين بلاتفورمز بس في الاخر نعمل واحد يعني احنا عايزين ان احنا شفناه في ده بس بس بجني غير ما يبقى عندي تمام? نعمل الكلام ده ازاي? نعمل الكلام ده ان احنا نكيبي والفايلات اللي هي زي ما احنا عارفينها يعني كان في اواخر كان ان هو الفايلات تبقى في فورمات واحنا مش عافل احنا اتكلمنا ولاقا على المرة اللي فاتت بس حنشوف يبقى الناس اللي عايزة بتاعت الديتا الانجين بتاعتهم انهم يتعاملوا مع فايلات بتسافي الديتا فور الاناليتيكال بربس يلا نسيب الديتا باركي ونحط انجين زي سبارك او اي اخر انجين بتاعر بتاعتهم مع باركي وخليهم يبدأوا يسيرفوا الديتا ساينس ومشين لارنين وفي نفس الوقت اقدر احط اللي هي الديفاكتو بقى ده اللي عليه معركة اليومينتو اللي هو طبعا البداية كان دلتا لك at the same time كان فيه ايزبرج ديفلوبمنت واعتقد كان فيه كمان هودي ديفلوبمنت فكان بقى فيه تلاتة ديفاكتوز واعتقد ان احنا in the period of defining what could be the ديفاكتو going forward وممكن يكون فيه او نخليهم اتات حاجة واحدة او نخليهم بقى نكلم ناس نقول لهم يا جماعة انت عندكو ايزبرج وانتو عندكو وانتو عندكو وانتو عندكو دلتا فمعليش لا يعني خلي الموضوع سيملس يعني خليهم حاجة واحدة. اه اه او معلومة هنا. اه اتفضل. من سبوعين دايما تشتاعت الشركة اللي هي الكويت وتعمل ايزبرج يعني باتنين مليار اه دولار. which is يعني اللي فهمتم من الجزء ده يعني كديركشن يعني ان هيبقى فيه ما بينهم. اكيد. بس المور بقى غريبا ممكن بقى بقى فيه دي بقى كمان او بس يعني بس يعني واعتقد هو التوب بعد او هو دلتا يعني ففكرت ان هما يعملوا حيطة دي اعتقد ان المين بوينت تبقى ان هو مع بعض. مزبوط. تمام. وايا كان بقى اللي بنقول عليه سواء دلتا او ايزبرج هو ده اللي انتو شايفينها مكتوب ميتا ديتا كاشنج ان اندكسنج. اللي هي تدينا زي من الديتا ليك. من غير محتاجة اعط ديتا ورهاوس واكيب سيرفر اسكو ال انجين حاطت فيه الديتا وبالنسبة تعاني معها باسكو ال لا ممكن احط لير فوق الديتا ليك. الفايل الناتف فايل فورماتز. واخلي الاسكو ال بيرفورمانس بتاع برضو كويس. تمام? انا ما عرفش احنا اتكلم على البركي مرة فاتلة بس عالسريع. باركي هو اوبن سورس. مين لي للاناليتيكال بيربس. اللي هي اللي احنا اتفقنا عليها في اول السبعينات التمانيات. بيتعامل مع ديتا تايبس. بري ادفانس نستد. كل ده تمام. ده تعامل مع البركي. كان عنده بخلي سهل جدا. وكان عنده كمان من ناحية يانبوس. اي فايل فورمات. الرسمي بتاعت ميكانيزم والانكودينج ميكانيزم. دول تلاتة مينيموم. ممكن نبص في حاجات تانية. بس دي التلاتة اهم حاجة تبص عليها في اي فايل. بتاع الفايل ازاي اللي ممكن يسهل تاعته على الديسك. وكمان يسهل الكوري او الزات عامل معاه. والانكودينج والسورتين. فاحنا تكلم. ما عرفش احنا تكلمنا ولا اه. بس يعني انا كنت احطت السلايدز دي ما عرفت يمكن ان هو يسكيبت. بس هو فورمات يعني احنا كان عندنا فورماتز اللي هي زي دي بتبقى بنسميها الروايز. الروايز ده اللي هو ايه زي حاجة كده. بس اي دي بتاع كاستمر من تابل الكاستمر. فدي انا محتاج الرو بتاع الكاستمر ده شكرا. الروايز هيخدمني جدا. على المقابل في ده انا رايح عايز عايز اجيب بتاع الكاستمر ده لعشرة سنين اللي فاتوا. فانا بالعكس انا مش عايز واحد ده انا عايز على على ده حوالي متين تلتميت ريكورد. ومن الكبير جدا. وممكن ابقى محتاج معينة. انا مش محتاج كل تاعت الكاستمر دي انا بقى انا لايز حاجة معينة. انا بقى انا لايز مسلا بتاعه. انا لايز كم حاجة اقدر انا لايزها بسهولة كيومن بين يعني. فانا عم محتاج بس مور ريكوردز. ففي الحالة دي كنا بنلاقي ان الكولومنر فورمات بيدينا آآ آآ اللي انا اعمل اللي ليه? لان انا اقدر يعني بدلا ما اجيب كل لأ انا جاي ما شفنا في بختار معينة. هي دينا اللي محتاجة. اللي هو بنسميه بوش داون. صح? احنا شفنا يعني عايز ايه? صح? يبقى انا بوش داون. يعني هرجع هخش على الفايل اقول له بص محتاج لكل بس. تمام? تاني حاجة ان انا لما بسيب بسايفي الديتا كولوم باي كولوم زي ما انتم شايفين في الصورة اللي على على اليمين دي. ما بيسايفش الديتا باي ريكورد باي ريكورد لا بيسايفها كولوم باي كولوم تمام? عشان انا لما اقول له هاتلي انا عايز اربعة كولوم هيروح بالسولة جدا نيجيب اول واحد وتاني واحد اول واحد وخمس واحد وهكس. بس ده مرضو حتة آآ فاكر الجزء اللي كنت في له وهنا هو عندك فايل يعني تلتمية كولوم او او يعني عافي لو اي او يعني الناس بدأت تعمل فعلا فعلا يعني متوفقرة مختلفة مجزئة اللي يعملوا كولوم تلتمية كولوم ميت كولوم وحاجات زي اسوي تيبل ميت كولوم متين كولوم. فكرة ان انا عشان او حسكن عايز مسلا من الميتين كولوم دول الخمسة اللي يع language of the usage. فان او حسكني الريكوردو كلوا عشان اجيب الخمسة كولوم ده ام او زعج جدا. ففكرة ان انا عندي هما كولومينة فهادو انا فلتة اجيبي خمسة ده من من اصل الميتين والتلتة مية ومش هسكان الميتين كولوم والفايل كله اعتقد يعني كان في حتى performance كده حاجة كده خمسة في الاقل من خمسة في المية من من ال time لو انا عب اعمل كولوم في الزرور في الكلام ده فاعتقد ده برضو جزء مهم جدا ان ليه الكولوم من هو بدأ يعرف ايه يلعلع كده في الجزء ده مزبوط. ان انت بتقول عليه بالسبب ال ديسك اي او. اه اي ديسك بيحب يعني عايز اروح احط الابرة في حتة وافضل ماشي ما نعودش بقى انا اتنطط تمام? بين الاماكن. الابرة ده اللي هو الهاد القديم. الابرة مسوط. انا حافظه بالابرة. هو اكيد ده ده معنومش ابرة في الابرة جديدة. الله اصدقى الله الله ارحمة. اتخطى بس انا فهم اصدقى لو هو عايز اعايز يلوب على حاجة ما عودش بقى يتنطط. بالزبط. بالزبط. فانت شايف لو انا حاولت اعمل حاولت اجيب رو عايز وان ريكورد من تيبل معمول بص انا حتنطط ازاي? انا عايز اول ريكورد اللي هو رو زيرو اللي هو اي وان اي زيرو بي زيرو سي زيرو. هروح اجيبي الاي زيرو من اول كولوم. واسيب كل اللي جاي. وهروح اجيبي البي زيرو من البي كولوم والسي زيرو من السي كولوم. شايف التنطيط? مم. مش حلو. طيب حلو في اين بقى? لو انا عايز الكولوم ده كله والكولوم ده كله والكولوم ده كله. ومش عايز الباقي. يبقى انا عكاية حلوة هنا. اللي احلى بقى من كده ان احنا نعمل يعني نمسك العصام النص. بيدوي حاجة بسه قبل ما نخش على الهايبرد. بيدي لك احسن احسن في الكمبريشن. يعني سايب الديتا كولوم باي كولوم. الكولوم ده نفس الديتا طايل. والتالي بما اجعله هيبقى احسن من انا سيب الديتا اللي معمولة رو باي رو. فالرو ده في مختلفين الديتا طايتهم. واحد والتاني والتالي لما اجي مش حلو. لكن لما انا مسايف ورا بعضها اول واحد على بعضه الزقهم في بعض الكمبريشن احسن بكتير من ان انا اسيبهم يعني اسايفهم كولوم كولوم كولوم. تمام? فدي كان حاجة برضو من الحاجات بيقدمها. واللي زي ما اتفادنا. تعب تعالى ناخد من هنا ومن هنا. يعني نعمل ايه? نمسك شوية كولومز نسايف على بعضها. مش كل الكولوم. مش كل الكولوم بقى اللي احنا بتكلم من احنا عندنا فيه فيه متين وخمسين فيلد. فيه بقى كم ونساب عشر سنين. لو بساكنا واحد. الريكورد داعته ممكن توصل لاتنين تلاتة مليون. يعني بقى قلة حاجة. طبعا? فانا مش همسك التلاتة مليون رحطوهم بعد كده تلاتة مليون التانين بعد كده تلاتين لغاية لما خلص الميت مليون فيلد. لأ. يعني همسك العصام النص. هعمل هايبرد. هايبرد ده ازاي? اننا نخش دي. هعمل حاجة اسمها يعني بص هاخد حبة من نسميها اسيفهم خلص ده اخش على الورا. خلص ده اخش على الورا. فانت دلوقتي الفايل عامل ازاي? الفايل اول حاجة فيه شوية فانا زي ما اتفقد. هاخد شوية مسلا تلاته في تلات تلاف الاول. وبعدين بعد تلات تلاف سايفهم ك كولوم شانك. صح? لأنا معديش دوقتي كولوم كولو ده انا عندي الكولوم اي من تلات تلاف و بعد كده الكولوم اي الكولوم بي من تلات تلاف وهكذا دول اسمهم كولوم شانكس. لبقى انا هياخد تلات تلاف من المليون اسميهم رو جروب الكولومز بتاعت التلات تلاف دول اللي هم كانوا قلنا ميت كولوم. حسيافهم واربعت كولوم كولوم كولوم. حسميه كولوم تشانكس. وجوه الكولوم بقى فيه والديتا موجودة جوه. والديتا بقى وكل الحاجات الدالة هنيجي عليها دلوقتي. بس الرو في بتاع كان مئة تمانية وعشرين ميجا. يعني انا مش هاخد تلات تلاف زي ما انا بقول كده انا بدي بسهل بس. انا اخد ما يكافئ مئة تمانية وعشرين ميجا. يطلع تلاف يطلع تلاتين الف يطلع تلاتة مليون انا اخد مئة تمانية وعشرين ميجا. هو ده بتاعي. تمام? وبعدين هاخد الطاعة الكولومز اللي في المئة تمانية وعشرين دولة احطهم ساق ورا بعض. وبعد كده دي بس يقفها البيتز يبقى كل ما ميجا بايت الميتا بتاعة ايه الديتا الموجودة في دي موجودة في الميتا ديتا بتاعة البيتز. اللي هي المانيما والماكس وكلام ده كله. تمام? ده كده بس خبك حتة كده سويا هضفها هنا ومش هنخش في هذا التفصيل يعني الميتة دي برضو هتقام مفيدة للناس. طبعا. هي اصلا جزء مهم يعني عرفت ساعة ده بزمان. بالزبط. جزء مهم ليه بقى انت عملت للفايل اللي كان بلين اعمى كده بخش رفة عليه دلوقتي بقى لي حاجة ده جوه ايه? مزبوط. ومنوماكس هتساعدنا بعدين من اللي الليك هاوسلوش كمان. هسكيب بقى. يعني انا دلوقتي شايف ان البيج دي بتوع مش هما ده الروز اللي هو الراجل اللي عايزهم. تمام? مش ده. انا مش انت خلاص خش على البيج الوراها وعلى البيج الوراها وعلى ما انا سكيب سكيب سكيب. قولي ده من الميتا ديتا. انا ما اردش الفايل. انا ببص على الميتا ديتا. من ده بتقولي ما تجيش هنا. خش على بعده. خلاص? ده طبعا بيسهل بيسرع جدا. آآ باركية برضو قلنا كان الاخر في النجاح. ده الوقت الرن لنس انكودنج. ايه الرن لنس انكودنج ده? تمام. انا دلوقتي لو انا زي ما انت زي مصطفى قال عندي حطيت كل الدنيا في بعضها. حلو? هيجيلي كلهم كده جميل? بتاع الكونتري. احنا عندنا كام كنتري في العالم. اه شو بقى مية خمسين بيها خمسة وخمسين. معرفش ممكن توصل لكام. يعني رقم 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 كده حقق. رقم حلو يعني بتاع من مية وخمسين لمتين. الله يعلم. طيب عندي كام ريكورد قلنا? في في التيبل ده في مليون صح? طيب هل انا المليون ريكورد هياخدوا حاجة برا للمية وخمسين دول? لا. هياخدوا واحدة من المية وخمسين صح? ما فيش حاجة تطلع. طب هيحصل ايه? هتلاقي بقى ايه زي ما انت شايف كده. عندي دلوقتي ريكورد. سوري آآ كولوم. آآ ما فيوش الى الدول اللي احنا يعني دول واحدة من الدول اللي احنا عارفين آآ بعد كده ريكورد ولا فيه تلاتة بعد كده فرانس بعد كده وهكذا. طيب. شوف احنا هنعمل ايه? هنعمل حاجة اسمها ران لينث انكودين. ايه ران لينث انكودين? اول حاجة انا حابل مش انا عارف الكلام ده اوت او دا بوكس. انت مش تعمل حاجة بايدك. بيعمل الكلام ده مع نفسه. هيولك تمام. بص انا بسيت على الديتة وشايف ان هم مية وخمسين بدينا بتطلعش براهم. هعمل مية وخمسين فاليو. حد ديهم لغاية مية وخمسين. بعد كده هحط اللي هو ده كده الديتة مش متاجة واشيف كل الاسم بيتكرر خمسين مرة يعني. وهعمل حاجة احلى كمان من كده. ان انا بدلا ما حط واحد زروا واحد تنين تلاتة 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 وواحد زيرو. ايه تلاتة 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 بعض. هقول لك زيرو واحد اتنين تلاتة تلات مرات. بعد كده واحد زيرو. ده يعني لو انا معايا كام لغاية كام وارة بعض. وغاديل نفس اضطهم على بعض. وقول لي ده تلاتة تلات مرات. خمسة خمس مرات. خمسة عشرين مرة. تمام? وبالتالي حجم التوفير مساحة ايه موعب يعني. وبالتالي لو انا عملت وحطيت الحاجات دي خلاص هم هيتلاقوا وارة بعض. ده انا هسيف امريكا كم مرة? آآ فرنسا كم مرة? هولاندا كم مرة? وخلاص انتهى. تمام? وكام ده بيحصل اوت اف دي بوكس? للآآ للفاليوز دي. في ساعات بلاقي ان انا ممكن الموضوع ده يبقى عليه لا بالعكس انا عملت الدكشنري والفيلم ده ده بتاع الميكانزم ده يبقى اعلى. حرجع تاني بقى للبلاين انكودنج العادي. اللي هو بتاع العادي فطبعا بتاع هلا خش على آآ ران انكودنج? اعتقد اغلب الشركات كانت بتقدمه لما تيجي تتعمل بتاعك بتقول له هو بيعمل حاجات دي برضو مع نفسه. مش بيخليك تقول لك اختار. زمان كان يقول لك اكتب 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 انت او انت فاهم ايديت اكتر من من باركيسة يلا قل له. يعني لو بتستخدم او بتستخدم مسلا اسمه التاني ناس اسم بريستو. كنت بتقوله كاريب باركيه هو بيبقى ايوز هو بيدسايد الكلام ده عنك. بزايد استخدم اي واحد فيه. بزاك كمان اعطاك كمان اليوس كسل في كده كان في نسبة وهنا دايما في الكورسات. هي حتة النال بقى. انا في كولومز مسلا وعندي ميت كولوم. بقى في دقيبا مسلا عشرين منهم مسلا دايما فيه نال. اه. فلو انت فلو انت في سي اس في تلاقي الدنيا يا نهار بقى كمية الدنيا زحمة جدا كانت في في البركيه هتليه انضغط كل دول ده كلهم نال خلاص يعني ضغط الكاملة مسلا اه خمسة في المية بقى الحاجة من السايز الاساسي. فبقى ده كان من ضمن الحاجات مع مع آآ مع مزبوط. تمام. آآ طيب ايه اللي خدنا نوصل للدلتا والايسبرج والهودي ان البركيه كان عنده مشاكل في التعامل مع اللي هي احنا قلنا ان احنا عملنا هايبريد صح? بس لازال هو كان مناسب للأول تقولي الاولى. او ما ما تقعد تقولي هنعمل و هندخل كتيرة وعايزة سبورت ترانزاكشن سيمانتكس تاعت دي. هتلاقي يعني تعبان شوي. مش مش بسهولة. بتلاقي تكتب كود كتير وبتلفح عليه نفسك وهكزا. فالناس قلت لك بدلا ما تلفح عليه نفسك وبهتيجي نعمل لك احنا نفس الكلام. فالناس عملت ايه? لما اشتغلت على آآ ديتا بريكس على الكلام ده طلعت دلتا. دلتا قال. تمام. سيبي الفايلات الديتا زي ما هي. باركي. واللي عايز باركي يروح يجلم باركي. خش. عايز باركي بال تعال اتفضل. طب عايز بقى ايه? اديها بقى حلو. حاببني حقعد انا اسيب شوات فايلات. فايلات برضو واشنحنا ماشيين في سكة الفايلات صح? مش حاولك هعمل ديتا بيز. لا حاسبها بفايلات برضو. يعني ديتا بيز نفسها بقيت بتتريبريزنت بفايلات. فايلات دي اوبن فورمات. جيسن. عندك دلتا مسلا بيكاريت كده يسميه اندرسكور دلتا اندرسكور لوج. هودي دوت هودي. آآ ايز بيرج دوت متا ديتا. تقريبا. دي الديريكتوريز اللي بتكاريت. يبقى الديتا زي ما هي? بتلاقي فيه جديد الكاريت. على حسب انت بتستعمل اني فورمات من التلاتة. وشايف وسايف وسايف شوية جيسن فايلز. الجيسن فايلز بتعمل ايه? من غير ما نخش في تفاصيل. بتهاندل الاسيت سيمانتكس. يعني بتكيب بيرجنز. بتشيك بوينت. يعني انا اقدر اتايم ترافل ارجع اقول والله هو كان من من شهرين كان آآ كان انديتها شكل اعمل ازاي? فانا بقى تشيك بوينت. بقى عندي تشيك بوينت. بقول تشيك بوينت يلا هنا. يبقى سناب شوت. وقف. اخد سناب شوت. كمل. يبقى انا انا عايز ارجع للسناب شوت دي. اقدر ارجع. فده كله ده بيهندله دلتا. هتلاقي في اسم واندرسكول لاست اندرسكول تشيك بوينت. ده اخر تشيك بوينت. تمام? وفيرجنز وكل الكلام ده. المهم يعني عشان منخش في فصيل من ممكن نعمل حلقة اتاقد انت ده في حلقة كامنا كنت معمولة على آآ وطبعا دلتا محتاجة نفس الكلام بس من الاخر اللي محتاج نطلعه من السلايد دي ان مشاكل اللي هو باركيه حلو جدا بس عنده مش مشكلتين ما تيجي نحلهم بسرعة بشوية فايلات تانية تسابورتو تسندو ونكمل بقى شغلنا عادي. انا بقى ازف حتي هنا سويا بقى ناخد بقى ده ان مع الاسد ان احنا آآ السؤال الصعب ازاي ان انا ادخل مع لان اخو بالك هو دلتا هو شغال على سواء او كام ده فالحدي دي لو فكرت فيهم مع بعض مش تلاقي حاجة زي دلتا. لان انت البديل تعمل مع انيوار زي ما قلنا في الاول. فبس دي كده نقطق الى الضفة هنا بس طبعا. ودي فكرة شبيهة بفكرة الميتها ديتا فايل اللي في البركيه. يعني اجلي شوات حاجات كده تخلينا عارف اتعامل مع الفايل بطريقة اسهل. اه اسكيب فايلات. آآ اعرف هو اول له ايه اخر وايه? اخر فين? يديني متا ديتا. اه اسيف الميتا ديتا دي على جنب. ويبقى انا عشان اتعامل مع الفايل اتعامل مع الفايل والميتا ديتا بتاعته. يبقى انا عايز الفايل زي ما هو ومش حابب الميتا ديتا. وعايز وحاك وحاك وكلام ده خش. طب لا انا عايز معاليش رفي واحد محتاجي حلوة. وتعالى بقى نكيب السكيمة دي ونحطها والشيك بوينت ونزبط والانسيرتز والحاجات الحاجات اللذيذة دي بتاعت الديتاورهاوسينج ريكوارمنتز. فدي الله نساپورتها بديلتا. انا اقول حاجة مش هقوله بس اخي انا شفت بعيني بعيني شفت كاستومار كان عامل كان شغال على آآ سيز في فايلز وكان عامل ما يسيك والداتابيز فيها يعني زي ما تقول ايه متا ديتا عن كل يعني كل ما ريكتب على الدسك والله العظيم. تمام. شفت بعيني باني باني كانوا باني ديلتا والايزبيرج بجد. وعامل يعني هو قبل ما يكتب بيكتب الفايل ده كل كل ما اجزب شعب اكبر والفايل ده والكاس ما رينجي من كامل كو بعمل شورتنج هو. من الانجي كامل كامل كامل. ولما كان بيجي كويري كان بيقول رست اي بي اي. تروح تكيهيت الديتا بيز الاول تقول له. كان عامل كامل ده كله انهاوس. والله اعزبش بتبعيني. وكان من اجمل حاجات فاهمتني اما كنتش فاهم ديلتا شغالي الزي غير ما شفت لو هما الكاس ما دعمه. امبهرت. يعني قلت العلدي. العلدي هم هو دي افتح شركة اللي هم عمله ده. طب. بس مبهرت بلهم ان هم وصلوا للليفل ده. يعني هم نفسه مستغربوا ان ديلتا وهو دي بعملوا الكامل ده اوت افزا بوكس. ده احنا. احنا مش خاربنا اوي. احنا شركة بتمنتين سلوشن كامل للكلام ده. جايبين تيم منتينس للكلام ده. ما علينا يعني. بس هو كان عندهم بجد يعني. وده اللي خلى اه عندنا مش عارفين يعني في ايزبرج ازا دي لان هو راحت كان عندها المشكلة دي وحلتها. وعملوا ايزبرج. نرميه عشان انا اعمل كل حاجة دلتا لا. فمحتاجي للأفورت اللي شركات عملته آآ يفضل موجود ونبني عليه. تمام? ودي فكرة التكنولوجيا عامة ما معود شريء وابني لان في شركات هي بتعمل كده. انا الراجل بتاعي اه ريتيل. اخش ليه اعمل. انا مالي مالي سكيما ابلوشن. هاتسكينا وقتله. تمام. دخلنا في المرة اللي فاتت وطبعا ده بقاله كتير بقى المرة اللي فاتت ده احنا عملين المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت لنا نفسي خش في المرة دي. آآ المرة اللي فاتت كلمني طبعا عندها ماشي. آآ قلنا بداية زهورها. كان برضو البيبر حوالي الفين وعشرين اللي هي البلوج او يمكن افهو تمنتاشر كمان. آآ آآ البلوج بدأ داتها ماشي اللي عملتها جماعك على مارتين فاولر آآ بلوج. وكلمنا كتير قاعدة ماشي. وتكلمنا كتير قوي في وليه تحتاج ديتا ماشي وكده بس بس بسرعة بسرعة واي ديتا ماشي. حبيت احط اللي احنا كدنا فيها المرة اللي فاتت كده من آآ من بتاعة ديتا ماشي لارنينج بيتكلم بيقول لك جماعك. and found many issues that are common to almost all organizations. يعني احنا بنتكلم على مشاكل شافتها في كل organization. واللي احنا بنتكلم معهم دلوقتي يقولونا برضو هل هم عندهم نفس المشاكل ولا محاولنا اساس الكلام. وانا فعلا ما فيش ما اشتغلت معها غير ما اشتكلم ديتا كوالاتي. تمام? ويه? المشاكل بلعب ديتا ورهاوس. واللي برضو يعني بلعب ديتا ليك هاوس كانت لسه ها. اللي هي زي ما اتفقنا. اننا دلوقتي لما بيبقى عندي بلاتفورم جبيرة بيبقى صعب اشتغل بسهولة عليها الحاجات الجديدة. خلاص حبنيها فعلا ممكن لما يبقى عندي كتير وعايزة احط البلاتفورم واحطها واشغلها. بعد كده بقى بتبقى صعبة. عشان لازم دي مش جاية جديد. دي جاية على لازم تنتجريت مع اللي موجود. مش خلاص. ده بنسميه الكلمة دي بقى هنلاقيها يعني ليها حوالي خمسين لا مش خمسين خمسة. اللي هو قريب من اللي هو قريب من وشوف تحدي بيقول عليه بس يعمل اخر ده الفكرة بتاعت اننا دلوقتي خلاص البلاتفورم مش عغالة وزال فول. انا عندي فكرة جديدة. اجرب فين? اشتغلت ازاي? عايز بس انا بجرب حاجة جديدة مش عايزة بريك الموجود. ده بنسميه خلينا نعجري على الكلمة دلوقتي. فانا جديد. عايز اجرب. عايز بسرعة للديتا. عايز فكرتي. هل الفكرة دي فعلا بومينج وبرومسينج وقدر اجيب ولا لا مش مستعمل. تمام? اللي هيك ابتقوله ان بتاعت ان انا احول بتاعت بتاعت اللي تشتغل بقى مع البلاتفورم نفسها ستة شهور. ستة بلاس بتقولي. وبرضو انا بشوف ان الكلام ده فعلا الناس بتبقى خايفة جدا بالذات لما بتبني بلاتفورم بتبقى خايفة تحط دي التعديلات. وكان حلها يعني او ان احنا تعال يا جماعة دي سنترلايز. يعني بقى دي صعبة دي اللي بنخافنا نلمسها ونخليها دي سنترلايز بحيس ايه? بتبقى متكسرة. فبيحيس ان انا ايه جديد يخشها على طول. هي اصلا متكسرة. مش حاجة كبيرة انت جاي تكسر فيها لا 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 هي اصلا متكسرة وانت جاي جديد. سهل. تمام? وكمان لما تتكسر عايزين نكسرها باحيس ان احنا دومين اكسبرت يبدأوا يشتغلوا ويحسنوا لانها بتقول ايه هنا لو شفنا التكملة? ان كانوا بسبب ان هم بيشتغلوا على البلاتفورم كلها على كل البزنس كانوا ايه? كانوا يعني وكمان ما عندهم شدوا مني فكان يقدروا يحسنوا بس ما يقدرواش يحسنوا لما بقى ايه? محتاجة حد يقول ازاي ممكن نحسن يحسن ان هو ويشيل دي صح? لكن محتاجة يقول له ممكن نحسنها اكتر ازاي? بيزد على فهمه للديت. تمام? فحل الموضوع ده اللي هي بتقول عليه يلا نكسر البلادفورم الكبيرة دي شوية. نعملها ده ده على ايه? ده على كل دومين. بالتالي الدومين اكسبرت يبدأوا بقى ييجوا هنا يقولوا لنا بقى نحسن ده ده كواليتي ازاي? فدي كانت فكرة ده تماشي. وليه محتاجنا? عشان المشاكل بتاعت الكواليتي والأد هوك اللي بياخدته شور. والحل بتاعها ايه ان احنا نكسر شوية ونعمل دومين. بس مش بس كده يعني ايه حطت بقى كده اسهل. اللي هم اولهم طبعا ان احنا وندي دومين يبقى كل دومين عنده واتونومي على الديتا بتاعته. هما البروديوسرز هما اللي يقولوا مين يا اكسس مين ما يا اكسس. هما في الديتا دي وهم اللي يقولوا اه الديتا دي حلوة تقدر نستفيد منها ولا لا والله نحتاجها شوية تعديلات ونحتاجها حسينات قبل ما نقدر نستفيد منها. طيب الحاجة اللي مهم بيطلقوها ايه? من الدومين ده بيطلقها دا 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 يعني كان عندنا حاجة اسمها زمان. يعني اديته شوية البروموشن. البروموشن ده جان له ازان يعني انا عندي امتى ارأيه واقوله ارأيه لو هو يعني انا قدر استعماله بالسهولة مش محتاج بقى احوله من الكلام ده كله. وانه هو تاعته حلوة. وانه هو واقدره شوف الحلاوة دي كلها. اول ما يبقى عنده كل حالات الحلوة دي. نرأيه بقى. ده كان لا معلاش. ده خلاص. اترأى. وفعلا اسمها وبيدي له وخلاص كده اترأى. اهلا بيك خدت تبقى كدر كل ناس تستعملك. تمام? طيب. الالتالتة والربعة تسهيل بقى دول دول كور اه بقى انت ماشي. طب نوصل لهم ازاي? اننا عشان اخلي الدومين اكسبرت يجي يشتغل وهو اصلا دومين اكسبرت يعني راجل بيفهم في الدومين. ممكن يبقى انجينير ممكن يبقى محاسب بيفهم الفاينلس. بتيجي بقى تقول له ودلتا وايه كلمة? وسبارك ايه? ايه? ما اعرفش الكلام ده. سبارك دي اللي هو بيشاعي يعني ولا ايه? ما اعرفش الكلام ده. فطبعا لازم اخلي الدنيا سهلة. خلي الحياة حلوة كده كده ومش كل شوية بقى ايه ده? عايز تشوف الديتا دي معلش اناسف. بقى ويرفع وقت خمس شهور. احنا ده انا معرفة في ناكتي. تمام? فلازم ايه لأ? ده ما احنا عايزين ندخل ناس لازم بقى ايه? نخلي الحياة حلوة وسهلة وكله يجيب اللي هو عايزه ما يدهيش. واخر حاجة ودي ده كان من اصعب برضو ان احنا ما نخليش اللي هو كل حاجة. آآ ويلا الشركة كلها لازم تأبلاي دي. لا والله مش لازم. في حاجات صح. محتاجة تبقى فاني انا اخدها معنا. بس في حاجات ممكن ادليجيتها للدومين ايه ده لانا بدأت اخش على كلمة دي بجيبها من دي بجيبها احنا. بس ما كناش على الفابريك. بس يعني ايه? كلام جابنا. كلام جابوا. ان انا او يعني خلاص. يعني انا عندي دي الشركة كلها تكتب. لازم تمشي عليها. دي ما فيهاش هزار ولو ويبريكت. وحان بقى يعني عندنا مشاكل. اه جي دي بي ار والحاجات تعالى والبي اي اي ديتا والهاندلينج. كلام ده كل. خلاص. دي حاجات ما فيهاش هزار خش. في بقى حاجات ممكن كل دومين بقى ايه يختار. يعني انا مسلا هقوله ايه. انا مش عايز حد يجعب على دي غير لما انا نقول. انا وما فيش حد يخش على دي غير او لا معلش الدومين هو اللي يقول مين يجي ومين ما جيش. ففي دومينز انا اللي ممكن هندلها وفي دومينز هو يقول يقول اه والله اليوزر ده يقدر يخش يبقى يبقى وما نقلقش منه او لا ما ينفعش اليوزرز دي ما ننفعش تاخد اكتر من كيف عدد. فحاجات كتيرة جدا للبرميشنز اقدرت اللي جيتها للدومين اونر مش هو اللي يحكم كل حاجة. تمام? ده البساطة. شفنا اللي عملوا مارتين فاولر الجماعك في الكتاب بتاعها بتاع دي تماشي. ان هي يا جماعة راحت وعملت اه كتيرة هي كانت شغالة طبعا في وهو شغال في شركة وبالتالي طبعا بيبقى عندهم كتيرة وان هي لمة الكلام ده مشاكل اللي احنا شفناها في اللواء السمري الصعير بتاع الواء دي تماشي ده. والحل بسهولة جدا ان احنا يا جماعة نبدأ نفكر في دومين وداتا والكلام ده. تمام? طبعا ده خلى الناس تحب ودي تماشي. كده لله في لله. يعني شكل الكلام اللي هو مكتوب في الكتاب ده. كلام شكل حالي. اه. بعيدا هننفزه ازاي مش مشكلة. اه. ايو انا عندي. ايو انا عندي المشاكل دي. ها اعمل ايه? هننفزه ازاي مش عارفين بس. ايو انا. عايزين نحط في انا عندي المشاكل دي بس. مش عارفنا قطعها يعني. ففعلا كان كان كله بيقول ايوة فعلا انا انا انا. وزي ما انت فعلا انا 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 قريت الكتاب على السريع بصراحة مش كله تفاصيله. وقريت الحاجات السريعة دي. وتقريبا مع الحاجات. فعلا ناس كتيرة جدا بالشكلة من الناس اشتكي جدا من الاجيليتي بتاعة سنتر بلاتفورم وان الادمينز ايه بوتل ناك وديتا انجينيرز بوتل ناك ووفرورد يعني. مش بوتل ناك معناها حاجة ويحشة لأ اهم تعبانين من الناس يعني بس طبعا كاجيليتي محتاجين نفكر بطريقة مختلفة. فاجيليتي واوتونومي وان احنا كمان لما حنقرب من فكرة الدومينز اللي هي موجودة في المايكرو سيرفزز في الان احنا نعمل برضو. ده احنا كده قربنا قوي من وممكن نبدأ ندخل ترجع بقى تعمل الحاجات الحلوة بقى. جوه مش ان انا حكر على الاناليست اللي عاديين يعملوا بقى داش بوردز او ما شيء او بيعملوا وكده. طب انا ممكن اطلع حاجات حاجات بسرعة. بالذات. هنتكلم النهاردة سرعة. وابدأ ادخلها تاني بقى فين في اللوب. في الابليكيشن نفسه. يبقى الاكشن انا باخده ده على ايه? على ايه ايه زي مسلا هنتكلم على التفاصيل النهاردة. ولكن ده كان بسبب ان انا محتاجة اعمله بسرعة جدا. كان ماشي ازاي في الابليكيشن رول بيزد. رول بيزد. اف يور لوكيشن از ايكوال اه سبين. يا اه اللي جا في البراوزر جابان. انا في حاجة غلط. ايه? ايه? امفستيجات الترانساكشن دي. رول بيزد. يلا. عدي بقى جوة الروولز دي. لغاية لما ننتكت حاجة مش غريبة. حاجة غريبة. نامفستيجات. كان في موتانشن ان الماشين لارننك. احنا اتفقنا. هو بتاع الباثرين ديكشن ده. طب انا ما تيجي نعمل في الفرود ديكشن. بس ماشين لارنك في الفرود اللي هو وانا اصلا ما عنديش وقت. اه فيزا ولا بقى وطلع وقول له عايزش انا اسف ده شكلها فروض. ما فيش وقت الكلام ده. محتاجة بسرعة على يا اما هتبقى عندك وبالتالي عايزين نعمل الكلام ده بسرعة بس فكرة ان انا عايز ترجع تاني تعمل تلعب دور مهم في اللي بعملها في نفسها دي فكرة جوهرية طبعا ان انا بقى كده واتكلمت المرة فاتي برضو انا بحب الديتا ماشي ليه بسبب ان انا فعلا حسيت بقى اهمية فعلا مهمة لما تشتغل مع حد فاهم الديمين غير ما نشتغل كلنا وانجينيرز وبتاعة الديتا لأ تفرق لما بي معنا حد كده وهو عند فاهم الديتا دي يقدر يسهل لنا الانالسس بتاعها وزا وكده تمام زي مسلا كان مصطفى بيسأل طب ما انا عمل بيك فات وخلاص اه 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 واجد دومين يقول لي لا والله يا بص مش هيمشي الكلام ده انا عندي في حتة كده هتوع منك دي ما تمشيش فهو دومين هو اللي عنده دي هو فاهم الديتا هو اللي عنده بتاعة تمام احنا كنا بنعمل على اه انا جماعة بجيب الديتا حط قوي بس فكرة بقى ان انا انا ما عندي او ما عنديش موديل طب الموديل شكله عامل ازاي طب ازاي طب ازاي عشان الناس تقدر ده الدومين اكسبرت تمام? وطبعا فكرة عجبتني جدا وكلامنا على المرات باستفاضة الفكرة بتاعت ان احنا ننتجريت الاب والديتا مع بعض كده منحسش ان دول في عالم والديتا انجينيرز والديتا البلاتفورم والديتا في عالم ودول عالمين مختلفين لا ممكن نقرب الدنيا الناس تاعة الديتا تبقى فاهمة والحاجات اللي شغالة عندهم وبتوقع برضو يفهموا الديتا عادي ده انت بتطلع ديتا انت اللي بتديني الديتا اصلا تما تفهم الديتا دي وتفهم ازاي تعملها الانالاسس وتفهم ازاي تحسن بتاعك ده من ضمن الحاجات اللي شفتها اه شركات كتير تعملها هو عجبيتني قوي فكرة اللي بعت اه حتى لو مش هندخل معهم بس مسلا مسلا كان شركات مسلا والله انا همسك الجزء بتاع اللي هو مسلا والديليفري ده الجزء بتاع اللي واحده مع تيم الاناليتكس وديتا ومش عارفه بحس التيم ده كله مع بعض فاهمين بزنس فاهمين التفاصيل ديب دايف في البزنس واليوس كيسيز حتى مش اللي ارمين ومسلا جزء على الرانر والديليفري اه سويا جزء على الرانر والديليفري جزء مسلا واحده اه مش عارف جزء على بايمنت والاجزاء بمشاكل فروض طاع بايمنت ازا فروض بروبلم تيم وفي سكواد كامل فنسبين حتى لو تعمل معين كان فكرة ان التيم اصلا مع بعض وفاهم البيزنس وبيبني حاجة للبيزنس لو في تيمدي نفس الكلام لأ مش مشكلة بس هو كل تيم بيبني مزبوط فكرة ان انت في حد فهم البيزنس وعنده دي فكرة جميلة جدا طيب الناس كانت بتحب الديتا مش وانا بحب الديتا مش بس كرام دي على جنب احنا اتفقنا الديتا مش مش يلا اي حد يعمل الديتا مش وكلبنا باستفاضة برضو على مين اللي ممكن تفكر الديتا مش. الديتا مش ممكن تبقى لو انا اصلا مش كبير ما عنديش يعني مش عارفة خليهم اشتغلوا في فالكبيرة اللي هي اصلا واللي هي عندها وعايزين التكنولوجي دي تبقى في كل حاجة في البزنس هي دي اللي ايه هتعمل دا تماشي حلو جدا نفس الكلام في بتاعة الناس اللي هي كلها في تراست. انا بالوقتي بقى اعتمد ان انا اه في حد بيعمل وفي حد بيعمل مش انا. صح? في واحد دومين اكسبرت وانا بيقول لي ده برودكت ده فاليو. طيب انا يا راجل مش فاهم الدومين ده. انا دومين تاني. لازم اصق في الدومين الاونر اللي طلع لديتا وقال لي دي فاليبل. صح? لو عندي مشاكل ودايما بقول لا الله مش واثق واحتمال لا وعايز اعدلها بطريقة تانية. هتبدأ تحسن مشاكل كتيرة. واتطر في الاخر ان انا لاقي نفسي كل الافكار الحلوة اللي داتة ماشي بتعملها. بتيجي اه اللي انا بعمله اصلا وبلاقي نفسي بعض اخذ ديتا تاني. واعمل لها ميت مرة. زي ما زي مصطفى قال. وطبعا اللي عندها الناس عايزة تساعد بعضها مش اللي هو واحد عايزة تاني او فيه ودبارتمند دا. اه عايزة زي بقا اه مور ادفانس دان الدبارتمند دا واه كسا هي. اه 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 بالزبط. انا عايزين نبص ما يحصل اي مشكلة اللي هي الانفارمينت بتاعت ايه. اه ما يحصل المشكلة عايزين بقا ندور عنها مين. مين اللي عمتها اه دي طلافا اه يعني صباحه طيب وشوفنا نظرة تخيولية للالى لاليةجزامبل بتاع اللي تشوفنا في الاول بعد ديتا ماشي حيبها عبارة عن شوية دومينز دي فيها شوية بتطلع ديتا بس برضو بيعملو ديتا دي وحسن القواليتي بتاعتها بعيس يطلعوا ديتا بروداكت قدر ايه? ادخله بقى في الايه? في المش اللي احنا بندور عليها الحلوة الجميلة الصعبة دي. تمام. دي كانت اخر حاجة تكلمنا فيها تقريبا في اول بس احنا كنا طبعا تاني تاني حلقة كنا مفصلين شوية على يعني من الاخر نحن كل اللي كلمنا عليها سواء ديتا ويرهاوس ديتا ليك ديتا مش قبل ديتا مش كانت هما سنترلايز بعد ديتا مش هي صح? طيب. احنا اكتشفنا ان في شوية مزايا زي ما ماشيين من الاول. مزايا عيوب ديتا ويرهاوس بتطلع مشاكل تانية. محلولة في الديتا بيك. سوري في الديتا ويرهاوس. نحل بقى ده مع بعضه. نفس الفكرة. ايه الحاجات الحلوة في السنترلايزد? جاورنس حلو جدا. سهلة هي بلاتفورم واحدة. سهل جدا يعني عندها ان الدنيا مش ايه مش سكاترد وصعب اشوف الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين وجاي منين وفين مين بيروح فين? صح? لا هي زي المكتبة كده حلوة اقدر اشوف بقى ايه كل حاجة. ممكن بس حد يساعدني اروح بس فين اني ديبارتمنت والكلام ده. تمام. آآ على المقابل دي كانت فيها آآ مشكلة في الاجيليتي ان انا آآ بقدر اعمل كل حاجة بس تاخد وقت شوية. تاخد وقت. فطب احنا معايزين السرعة مع الحاجات الحلوة اللي على المين. خلص من غير ما دخل تفاصيل سرعة. سرعة واجيليتي ورياكشنز وكلام ده كله بتاع سرعة. وفي المقابل عكس الديتا آآ آآ الدنيا مسهلة شوفها صعبة من تنها لان هي سكاترد وممكن تبقى ديفراند كلاودز ديفراند تكنولوجز ديفراند آآ ستاندردز وهكذا. بصعب الحياة صح? فاحنا من الاخر عايزين ايه الحلو من ده على الحلو من ده? زي العادة. عايزين اللي اخدر بس. اللي على الشمال. كل الحلو بس. من السنتر ومن دي سنتر. بيتعامل ازاي? ان احنا نعمل سنتر بلاتفور بس هي دي سنترلايزد من الايه? من اليوزج بوينت ديو. تمام? هنشتح طبعا كمده بتفصيل لما نتكلم على فابريك. معتقدش احنا هنكلم على فابريك النهارده. الله اعلم لو ما عندنا وقت. ولكن ده اللي هنحاول نوصله في فابريك. تمام? تمام. ده اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. هنقفل بقى. ونبدأ ان شاء الله المرة الجاية نتكلم على حاجة كانت نقصانة طول الفترة اللي فاتت. هنقول ايه هي? نكفرها. وبعدين نتكلم بقى على فابريك اللي احنا كلنا مستنين نشوفه بقى ونشوفها هيعمل ايه فتا تماشي. تمام? طيب يعني قزق الله خلينا الكريم ان شاء الله. هادي حسنا احنا احنا عملنا الكابة جوزة اللي فات. في حاجة تفصلنا. في حاجة تحولنا ان نستويس عليها. فمو ارجع ان شاء الله ممكن نبدأ نتكلم مع الجوزة بقى الجديدة اللي احنا هزن نستكشف مع بعض. ان شاء الله. اشوفكم ارخي ان شاء الله. السلام عليكم. مالك السلام.